عاشها ليلة أمس سكان حيث لمني بالعاصمة حالة من الرعب والهلعي بسبب أشغال بشرها أحد الجيران في بيته أشغال ورشة البناء تسبب في انهيار جزئي للعمارة المجاورة جاءوا جيرانوا يحبوا يخدموا، لا يوجدوا حتى تصريحة أو المير يقدر يكونفيرمي لك ما قال لي هو شخصيا قال لي ما تصرحت لهم لذا جوانتا عقا أكونفيرمي لهم عندهم أوكي نوتوريزاسيون هذا المنطقة قامت بها شيئا على البنايات وكذا يكن قرى في العرب هذا المتأكد سيكتور المعروف جاءت وحفرت 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 في عهاية بإيقافة تحول العملين 9-9-6-6-4-4 عامية الأخرى الليدة يخرج مننا كنا قاعدين تعشوا وعند 27 مباشرة نورمان بسمع عشبون زنزلة أنا أعرفتها لكن كانت حفر في عمل مرائب فكانت أسوت الغرور أحضرت وحفرت في عائلة وعندنا ويباتتها وكنا لا ترقدنا رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبدالحكيم بطاش أكد أن مصالحه تلقت نداء من طرف المواطنين عن انهيار التربة في المكان المذكور مشيرا إلى أن الأشغال كانت بطريقة غير شرعية مشيرا إلى أن تصريح من رئيس البلدية اليوم صبح كما رأناها اليوم هاتقيقة هاتي رانا في المكان ما زال يجيبوا لطيف ونأتند ان شاء الله دون دين مينوط يجي لسيتسي لسيتسي يدير المعينة تعلق تراب يدير المعينة يجد يشوف لاباتيس بلليك ان شاء الله ما راهيش عن دانجي واش يدير يمدلنا ديريكتيف حادث الانهيار لم يتسبب في كارتة بشرية لحصن الحظ إلى أن مثل هذه الحوادث التي تتكرر بصفة مستمرة تستوجب أخذ الاحتياطات اللازمة حتى لا نصطدم بنتائج وخيمة شكرا شكرا